أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامهم بتعزيز التعاون الثلاثية ومنقشة التهديدات التي يشكلها التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا على استقرار شمال شرق آسيا وأوروبا كما أكدوا المعارضة الشديدة لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المجالات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في خطوة تعكس التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وبكين أفادت وكالة انترفاكس الروسية أن سفنا حربية تابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت تدريبات بحرية مشتركة في بحر أخوتسك غرب المحيط الهادي وتأتي هذه المنورات في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة تضمنت تدريبات البحرية مهام منورات مشتركة ومحاكاة لمواجهة زوارق مسيرة وأجرت استطلاعا ومراقبة للوضع على السطح بمشاركة طائرات هليكوبتر على سطح السفينة فضلا عن استخدام أنظمة أسلحة مضادة للغواصات والطائرات وتعد هذه المنورات بين روسيا والصين الثانية في الشهر الجاري حيث كانت الأولى بعنوان أوشين 2024 وتم تدريب فيها على إطلاق الصواريخ والمدفعية الكلمة المفتاحية للمنورات الثنائية هي مواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة المحيط الهادي وهو ما أشارت إليه موسكو وبكين مرارا في الوقت نفسه قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها البحري والجوي قرب ساحل ولاية ألاسكا وذلك ترقبا للتدريبات العسكرية الصينية الروسية في المحيط الهادي ونشرت البحرية الأمريكية المدمرة USS Street وتم نقل وحدات من الجيش الأمريكي إلى الولايات مزودة بأنظمة صواريخ بعيدة المدى تطورات في إطار تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو حيث أعرب البنتج عن قلقه من تزايد الأنشطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة القريبة من الحدود الشمالية للولايات المتحدة كما زادت التدريبات المشتركة الروسية الصينية من المخاوف الأمريكية خاصة وأنها تتم بالقرب من اليابان